السلام عليكم. السلام عليكم. السيد يا سر كيف حوالك? برندا كيف اللي خبار? حبيب حسين. آآ بكري كيف اللي خبار? عمني آآ موهى محمد انعام ابو التومات كيف الاخبار ان شاء الله طيب انتصار عمر. السلام عليكم اخواني وصباح الخير ونهاركم سعيد ومسي سعيدة وكل الحاجات ان شاء الله. آآ كيف اخباركم? ان شاء الله طيبين. آآ دار اتكلم بس عن آآ عن موضوع بدين او او لمس. وطالع بس اكتفو نقاط صغيرة كده سريعة. آآ موضوع التخوين المضاد. يعني الناس آآ مو نشغلة جدا بالموضوع بتاع الملاتوف وبتاع بتاع التاتشر. وخلونا احنا يعني آآ نمسك الموضوع ده وننسح حاجات. بالمناسبة اي لحظة دقيقة تفرض فيها في السورة بتأخر القطر حقنا يعني. آآ ما تفتكر انه لما الناس تضيع ستة ساعات ويوم كامل في موضوع داليا. في موضوع آآ آآ ما عارف آآ خطاب آآ حمادتي في موضوع دي حاجات بالمناسبة تأثير كبير وخطير جدا بالذات في التوقيت ده يعني. وهي لما نشغل الشارع عن الحاجة الاساسية الآن اللي هي المفاوضات. المفاوضات بين طرفية الصراع. اللي انا ما عارفهم بيقول طرفية الصراع كيف. المهم آآ آآ الموضوع ده باخر علينا كتير يعني. حسنا كنا بنتكلم من الاسبوع الفات ان الاسبوع ده الورقة هتتمضي والوسيغة هتتمضي الدستورية والقصة هتنتهي. والاسبوع خلص يعني. انا ما بقول فلان اخر وعلان اخر. لا بقول انه الاسبوع خلص. بقول انه في ساعات انتهت. من عمرنا مشت. احنا بنتفرج. بقول انه في تمن اتدفع تاني زيادة. بقول كده. لانه حضرتنا احنا بنتكلم وبندفع عن موضوع الملاتوف. نتكلم في موضوع الملاتوف ده حاضر. شوف وجهة نظري في الموضوع ده. طبعا ده رأي الشخص يعني. آآ الناس متجرسة من موضوع الملاتوف. وده ما حقنا وده الما مننا. وشفت الزول لما الرمل ملاتوف بيزاوية وافوغية معناها كان جنب البوكسي وحسابات فيزيو وحسابات كيميا. والزوم بتاع الكاميرا واطلع فلان يعلغ على الزوم وعلان. انتو عملتوا الموضوع ده? لا. في زول سألكم? لا. طيب ما لكم? انتو في زول اتهمكم? في زول اتهم السوار? في لجنة التحقيقية تكونت? الدعم السريع طلع بان انه في زول لو تاتشر? احتمال الفيديو ديزاته مفبرك. احتمال الكلام ده كان في 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 راوان ده. الزول اللي انت جنيد عليه وللان ما ادان ولا طلع ولا شجب ولا قال. انتو ما لكم ما عمل اللي انه موضوع يعني. مجلس العسكري طلع اي كلام قال يا اخي السوار في الصحافة في كده في كده عملوا الموضوع ده. وافرض انه المجلس العسكري طلع بيان. وادانا السوار في المنطقة دي كلها جنوب الخرطوم دي كلها حملنا المسئولية. انت المجلس العسكري دائر حاجة دائر لا السبب ولا ورق عشان يكتلنا. ما يوم يعملوا فينا عملية مجزرة هاني يوم بيعملوا لهم حاجة صغيرة وبتشغلنا هي الحاجة الصغيرة. النازل كتلوا لهم تسعة انفار في اللبيضة طلاب بتاع المدرسة. الموضوع ده مرة يعني. عده ولا ما عده? عده. ايوا الناس كتباتوا بكينا وتعبنا وطلعنا وكوركنا وعملنا اي شيء. الموضوع انتهى لكن خلوا الموضوع انتهى. بطريقة ما شالوا الاعلام. التلفزيون. آآ ثانية بس. ثانية. طيب. آآ دارة اآآ دارة رجع للموضوع يعني ما ليش بس فضلت الله انه كده للقصة. آآ كل ما يعملوا عملية كبيرة يشغلون بحاجة صغيرة. وهم قاعدين مرتاحين. انتوا سمعتوا المجلس العسكري دعا اي زول يجي ناغش الوسيغة الدستورية. هل استعام بخبرة? هل كو اللي جان هو بناغش? هل قاعد يطلعنا على حاجة? ولا شغل بين الشغلة. ولا خطي لنا اي غيمة. بيجد عليه ورقة كده وإحنا كلنا نقعد آآ نجوت فيها وسيغة ما وسيغة البند الفلاني ما البند الفلاني. نجي للتوقيع بيعمل مجزرة. نخلص المجزرة ثاني يوم يحرقوا ليهم بوكسي. بوكسي يقول لك يا اخي دي للشعب السوداني. محمي للشعب السوداني. البوكسي حق مينو ذاته? قالوا حق الدعم السريع. جيبت قروشه من وين? اشترينا احنا حرقنا احنا نقطة العربية انتهى. فيشنو? احنا ما ملايكة? الليلة الناس بتحاول تنفيهنه يا اخي? بتخون. بتخون وانا قررت ليه بيان للسادة المهنين في في الدعوة لي موكب يوم الخميس. والبيان طبعا شعبنا الابي وبتاعه وبعد ذاك طبعا كلكم عارفين ما قاعدين نقرأ مين بداية شعبنا الابي دي ما عندنا قضية. هماش عبي زول خلاص بجل البيان. كتبوا فيه حاجة غريبة جدا. قالوا لك فكل من يدعو او يتفاعل او ينخرط في عمل عنف ليس بثائر. ولا طالب حق. ايه تمنو? ايه تمنو تحدد دا ساير وما ساير. واحد. انت منو يا مهنين تحدد دا ساير وما ساير. دي طالب حق وما طالب حق. الجملة دي غلط. الجملة دي فايساءة لناس كتار بالمناسبة. بل بالعكس انت تحاول تتوجه الغضب والعنفل في صدور الناس للاتجاه الصحيح. عند زول عمره ثلاثة سنة كتلوه وطلقه في الراس. دخلت بلعين. تيجي تقول له يا اخي. وكل من يدعو الى عنف او سائر وليس بسائر او يدعو ليس بطالب حقه. هو الدفاع دا مشروع لعرضك لبيتك لولدك. انت ما انت انت ما بتجي تقول له زول الحاجة دي. وجه يقول يا اخواننا الناس عارفين في صدور الناس وفي كده الناس تصبرد عد المرحلة دي عشان نمرق البلد. واسيهم بكلام لكن تجي تحدد لي ليس بطالب حق ولا سائر. انت زاتك الوسيغة التزمت بها. الاعلان الاعلان بساغ الحرية والتغيير بتاعك العشر ابنود الاعلنتو يا الاصم انتو ملتزمين بيو حسي. فيزول عاصركم. فيزول سائركم. فيزول قال ليكن انتم ما سوار ولا طلاب حق. فيزول قال ليكن حاجة. ما الناس قالوا يا اخي دخلت ابنود وطلحت ابنود بديت بيمهنين ومشي دخلت فيها قوة حرية وتغيير احزاب. وبعدين جيت قلت يا اخي اه التكنغراط. بعدش في قلت تكنغراط حزبيين للحوجة. سألناك. قلنا عليك ما سائر. قلنا عليك ما طالب حق. اه? لما انا الشارع السوداني بتكلم عن السورة. السورة هي شنو? هي كل فعل سوري يؤدي الى الحصول على الهدف او الحق. وين جداولك عشان الناس تلتزم بها ما في جداول? ليه ما في جداول? والله احنا الان في مرحلة تفاوض. حلو. بتعمله شنو في التفاوض? لا ما هي الجلسات السرية. ليه سرية? لا ما هي لان احنا بنناغش في البتاع. ليه تناغش في البتاع? ما هي بنوذ مساغ الحرية والتغيير تطبعت الدالم في ورقة مبروزة وانتهي العربي. امضي عليها وانتهي العربي. فشنو تعني دير تدخله في النص? ما لما ان الناس صبرت بره وسكتت. على اساس انك حجيب لها حقها بالمدنية. صابرين نحس احنا مشينا على الاربع شهور ولسه الناس بتقدم في التضحيات. لكن ما تطلع تستفيزني. ما تطلع تحدد لي انا ساير ولا طالب حق ولا ما طالب حق. انت ذاته احنا ما عصرناك في موضوع الورقة بتحت المساغ الحرية والتغيير. لسه ما سألناك فيها. هل لانك حتى عنها هجينا اقول لك انت ما ساير ولا طالب حق يا اصامي ولا يا غير ولا بتكتب في صفحة المهنين. ولا يا مهنين كلكم ولا حرية والتغيير. انت ما لتزمت بها مساغ الحرية والتغيير. ما هجينا اخوناك. الناس في الشارع. بالطالب بينها يا اخي السورة تمشي قدام. السورة عندها وسائل بتمشي بها قدام. مطالب فيها مواكب فيها دعوات فيها 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 مظاهر انك اخي متحرك بتطالب ليه بحقي. انت قلت للناس تقعدوا. اقعدوا لحد ما نمضغ الوسيغة. الوسيغة حتى الان مطمضت. الاسباب والتعطيل شنو. اطلعني ننورني. ما معنى انك جبت لي يا اخي ندوة لواحد من المهنين بيتكلم. معنى انا سكت. او 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 خلاص حق جراح. ما صبرتني في الصفحة بتاتك. لا وريني انتو بتعمل في شنو في الاتفاق. بتمضوا في شنو اصلا. الوسيغة بتاعت الدستورية والله يا اخي ما سرمنا لكم في صفحة المؤتمر السوداني ما بعرف ا بعرف صفحتك. جيب ليه عشان انا اصبر. عشان لما نجي زول اعمل له فعل متفلت في الشارع. اقول لي يا زول هاي انت غلطان. المهنين شغالين في خطنا وماشين في مسارنا ومسار السورة. حس ينزلوا بيان قالوا كده واحد اثنين تلاتة. شرحوا الوسيغة حقتهم. واحد اثنين تلاتة. قدوا موعد قالوا يا اخي احنا والله هنقعد نمضي الوسيغة يوم الجمعة واحد اثنين تلاتة. احنا اخرنا التوقيع لانه في اسباب واحد اثنين تلاتة. ما اجيب ليه موكب في الشارع. الموكب ده انت ما طلقته. ما عندك مع Colorado ما سألتك منه. انت وقفت طفعي sale ما اجيب ليه من موكب ده حسي. ما سألتك من موكب جيب ليه انت مؤخرك من التوقيع شنو عشان لما نطلع زولي في الكلامة اللي توفي الشارع وقول لي زولي انت بيتخرب في مخطط في مخططنا احنا ماشيين بي مخطط قالوا يا اخي نصبر لحد ما نوقع بعد ما ما نوقع الاتفاق والمجلس العسكري يتخذ تاني اجراءات ولفه دوران وبعدين احنا نتصرف الناس الصابرة في الشارع دي منتظرة منك خطوات واحد اتنين منا ساهل جدا حسي زولي جي خوينا السورة تخوينا السورة فيها فعالي اخوان السعدي احنا بنقول يا اخي ضد العنف احنا ضد العنف في المرحلة دي لكن احنا في البيوت اخوانا ما ملايكة فينا دكتور وفينا مهندس وفينا حرامي وفينا زول كويس وفينا كده ما بننكره بنوجهه اللي بيعمل غلط بنوجهه لو جاب اكبر مصيبة بنقعده في الواطة بنقول لي يا اخي اسمع الغلط اللي انت عملته ده واحد اتنين ثلاثة لكن ما بننفيه ما بنقول ده ما ولدنا في تصرفات بتحصل من ضمنها موضوع الملاتوف ده احنا ما شغالين بيه كتير ما دعينا لو انتو دعيتو اللي في صفحات كلية ملاتوف يا مهنين لا في زول كتب يا اخوانا قال يا اخي نشيل ملاتوف بكرة نفكه في الناس لا في واحد من الناشطين طلع قال الكلام ده لا احنا ضد الموضوع ده ما طلبنا بيه ما نكرناه لانه احنا بنخاف منه ولا ما حنعمل ولا ما بنقدر عليه ولا خايفين من بينفكالين الملاتوف ده جوال غصر الجمهوري ما خايفين من الحاجة دي لكن ما دعينا لو ده ما موضوعنا ما تشغلونا بيه الناس كلها كاتبه وتتبرقوا بترجف ترجف من شون يا زول حتجي مرحلة الناس دي الما وقعوا الورقة دي ودخلوا لينا بالطريقة بتاعتهم حندعوا ليه مليونيات مليونيات وحيكون شعارة ان الشعب السوداني يكون فاهم انه يوم اللي حيطلع المليونية الجاية دي حيقدم مليون شهيد لكن ما حمود برانا بين غوثين كده ما حمود برانا السبعين الفدل بنودين فاول يوم عربي واضح انا ما بسعلك سؤال حسي بعد التوقيع بتاع الميساق ده والمجلس العسكري الرفض يوقع هو الحل شنو خيارات البديلة اطلعنا على عشان نكون مستعدين وجاهزين شعب السودان يكون مستعد وجاهز الطرف التالت انا ما بعرف طرف تالت بعرف الكهكل لابسه الدعم السري بس انت ما تروج ليه موضوع انه طرف تالت عشان تدهوه مخرج انتو كده ادتوه مخرج حسي حاجي وقل لكم والله يا اخي النشطاء بتاع انه كنتب وقال يا اخي فيه لجان مزورة دخلت في شرق النيل ومشت دخلت في الابيد وطلعت الطلاب شفتوه عشان ناكد ليه هنا الدولة العميقة اللي بتحاول تخرب بين الدعم السريع والشعب السوداني وتعالوا نتحاضن كده وإحنا حبايب لا 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 ما في كلام فارغ زي ده انا ما بعرف كلام زي ده انا اللابس الكاكي طلع الشارع ده الدعم السريع هو المتهم قدامي ما تقول ليه طرف تالت الطرف التالت ده حاجيبه لما نجيب الدعم السريع ده قاعدين وين قاعدين في كوبر كلنا عارفين انهم ما قاعدين في كوبر لكن تعلمش بالكتاب الدعم السريع قالوا يا أخي غيادات التنظيم السابق قاعدين في كوبر وراح بروني لهم عشان نحقق معاهم ونعرف انهم كيف بقدروا تواصلوا مع كتابهم برا ويدوهم التعليمات يكتلوا الناس ويخلقوا الفتنة بين المجلس العسكري والشعب السوداني تعالوا أكدوا لين الحاج دي يتول ما سكنهم في يدكم أربع شهور حتى الآن ما عملت تحقيق أنا ما بعرف طرف ثالث معناها انت الطرف الثالث غيادات التنظيم السابق قاعدة في حضرة حميتي والبرهان هو الحارس خلاص ما تقول لي طرف ثالث انت كسائر انت كمهنيين انت كغير وما تتروج للموضوع ده ما في طرف ثالث هم الطرف الثالث انتهينا من النقطة دي ما أدار نستغل شغل تخوين الناس دعت لي حاجة الثورة شايفة انو الحاجة دي ما وقتها نوجههم بالراحة ونتكلم معاهم وانتهي الموضوع ما نطلع كلنا نقعد نهجم ونبرر انت بتبرروا لمنه بتبرروا لمنه انو انتو ما فكيتوا الملاتوف سألكم منو أصلا لا لا احنا شهورتنا ما بتشبه ايه تسألك منو يا زول ثورتنا حيكون فيها ممكن يكون فيها ملاتوف ممكن يكون فيها كلاشات ممكن يكون فيها طيران عديل حسي دي ما وقته احنا ما حنسمح بولد عمره صباح طهر سنة اكتول له ثمانية اطفال ويطلع منها ايجي وقول لي سكران انا زادي بسكر وبطلع لك بقش لك الغيادة العامة دي كلها شوني يعني نائب غائد الدعم السريع عبد الرحيم دقل ولا دلقو يعترف قال ليك انه القام بالجريمة في الوبيد سكارة وسوف يعرضون للحساب ارواحنا رخيصة كده يطلع لنا واحد تافي زي دي يتكلم يبررها لا رئيس المجلس يجي يتكلم انتو ما قلتو يا اخي القوات بتاعت الدعم السريع والقوات المسلحة واحد قلتو الكلام ده ولا ما قلتو قلتو خلاص انا ما بعرف دلقو ده انا بعرف فريق اول بتاع القوات المسلحة ده كباشدة والبرهان اطلع وروني اللي حصل في اللبيد ده هل فعلا دل سكارة عساكر سكارة تسعة عساكر ولا عشرة عساكر بصهروا في الفيديو هل دل سكارة بتخلوني اطلع في النقاط ده كيف سكارة وهل غيرتو الخدمة حسي انت معلنت حال الطوارئ في اللبيد هل نفس العساكر السكارة ده الحايمين في الشارع ولا جبت بتاعين هدف ولا جبت شنو كلاب بوليسية ولا الحايم في سواري ولا الحايم منه هم زي زاتهم السكارة ده الحايمين حسي بتعملوا لين اختبار ولا عملتو شنو ولا ما تجي تطلع تقول ليه كلام اروحنا ما برخصة دي والموضوع ده احنا ما حنتجاوزوا لا هو لحد لانه احنا كل ما نتجاوز يوم بتحصل مصيبة وبيقول لك غمد عيونك يا اخي يوم الخميسة الجاية التوقيع غمد عشان كده لما الناس تصرف تصرفات من نفسها فردية كويس الناس كلها بتنكورها لا 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 لازم لازم يخطنا يكون واحد يا السادة المهنيين يا السادة في الغيادة يا قوة حرية وتغيير لازم خطك يكون مع الشارع الشارع مطلب ويشنو داري شوف سورته دي نجحت داري سورته دي تحميه الان هي كانت في اللولة سورة اعماره بناءه غيره كويس هالان بيقى السورة انك تحميني اخي احميني في الشارع في مأكله وفي مشربيه اخي انت ما قادر توفره ليه ما اسألتك احميني احميني بي المواقف الرجولية الحقيقية خطاب التنديد وغيره ده ما بقسم اتخذ موقف واضح التخوين الان النغمة بتاعت التخوين دي ما بتنفع احنا ما بنعرف طرف ثالث ولا عندنا حاجة اسمها طرف ثالث ولا بعرف مندس بعرف زول لابس كاكي وزول ما لابس كاكي ما لابس كاكي ده مدني بس ما تدوهم فرقة يقعدوا يزاوغوا بيها الكارد بتاع انه الرماه هم بارح البرهان لما قال اتهم قوة الحرية والتغيير بمشاركته في الانقلاب هو الكارد ده بالمناسبة حركة كده بكرة ما حيتهمون ولا بعد بكرة لا هم خليه الكارد عشان انت لما انت امرق ليلي مليونية انا بالليل بامرق ليك الموضوع بتاع الانقلاب ده بضرب لك تلفون يا فلان الفلان يا تابع لغوة حرية وتغيير ات عندك صور مع فلان الفلان الحركة الاسلامية ده وشفناكم مع الفريق هاشم عبد المطلب بالليل عندنا لكم صور فبكرة توقيع ده ما يتم بمرق الكروت ده كارد ضغط المجلس العسكري خلق له كارد ضغط من الانقلاب الوحمي ده كويس الان بيضغط به على المهنين هو في الإعلام ما هيجيب لك الموضوع ده ما هيقول لك والله يا اخي احنا نازل اتهمنان وبكرة حنشكل لون محكمة لا لا بيشتغلوا تلفونات بالليل الليل احنا بكرة حنطلع مليونية المليونية حتصل قريب للكبري كده هيقوموا المهنين يقول لك لا ارجعوا اعتصموا قدام الميدان بتاع المولد وولعوا شموع ما لانا حيكون تحرك لون الكارد بتاع الانقلاب ده ما فيه اعدام انت اديته فرصة انه يخلق كروت اديته زمن حسهو مرتاح كارد واحد بس حق الانقلاب ده بيهجيه يكون كلكم الشارع محتاج منه غيادة مباشرة اذا انت ما قلت اطلعوا اضربوا ملتوف عشان نواجه العنف بتاع الدعم السريع القوات المسلحة نزل لي بهانات في صفحتك ورين انت وصلتوا اين في الاتفاق عشان انه يقدر يكون متابع عشان اولادك في البيت لما يقول لك يا اخي دارين ناكل ونشرب ودارين عيش ودارين سكر الماء في كارتون طماطم بيمليون وثمنمية كارتون بتاع الطماطم خمسة كيلو بيمليون وثمنمية طماطم ساي اللحمة الكيلو بخمسمائة الف اولادك بيبكوا دارين يأكلوا يشربوا فانا بقول لهم يا اخي قالوا الاسبوع الجاي وحتى احنا قرينا الموضوع ده في المهنية في صفحة المهنين قالوا الاتفاق وصل المرحلة دي وخلافهم في النقطة دي وحيحلوها قريبا ان شاء الله وحيمضوا الدنيا حتحلى يا اولاد اصبروا بس اصبرهم الناس بقول لك اصبر ليه بكرة انا ما بعرف الكلمة بتاعة تصبر ليه بكرة دي اصبر على شنو وريني والله يا اخي هتصبر على كده وكده ما عندي مشكلة بس افهم انت فهمني انا اصبر على شنو وانا بصبر انا ما عندي مشكلة يا والله يا اخوان سنة بصبر لكن قول ليه هتصبر على المدنية ايوة حجيبها كيف والله يا اخي احنا بالتفاوض ايوة ورود ضغطك شنو والله الشعب السوداني بدت تفقد غيات وانت بدت تفقد بتصهر خلافات الان الناس دا يرى تعمل كده تطالب لحقها انت بتكتب ليه في شعبنا الابي والشمس التي اشرغت ونودين ونشجب ما في نودين ونشجب انا امشي انا حسانة لو مهني ما بقدر امشي ازور بيوتا الشهادة ديال والله ام الشهيد لو سألتني هيا ولدنا حجيبه حق ولدنا ده كيف ادنقر الواطع اقول لابا الموكب اه اقول لابا اشنو كانت ضغطك شنو انت الموكب بيطلع الشارع بيترجع انت او ما بتقدر تحميه فانا مبارح قلت لك واشترط عليك اذا انت نزلت اعلان في صفحتك نزلت دعيت ليه موكب لازم تحميه انت ما عندك سكة ما في سكة وسائل الحماية دي بتعرفها انت وانا ما اجي ضربه غيادة الان تقود لك موكب غلبك وتحمي موكب ساعتين بس من شارع اللي شارع غلبك فحتغلبك البلد المحاطب 11 دولة ضدك محاطب اربعة خمسة دول في المحيط الاغليمي العربي ضدك محاطب العالم كله ضدك امم متحدة ضدك حلف النات وزات وضدك المواكب دي اختبار لقدرتك الاستخباراتية قدرتك التكتيكية دي هي اختبار تقدر تحمل موكب كيف يكون عنده هدف يطلع بر يهتف يغير حاجة ويرجع مطالبنا بسيطة الكهرباء الكهرباء اللي حاصل فاشنوا والله عملوا مؤتمر صحفي وشرحوا لينا لا ما في شرحوا لينا ما بعرف شرح ده لي تشتري جيانا نيتر يولع السودان بس القروش حاسي احنا محط لا لا ما في قروش محط في الزنباء البلد دي ما دخلت التعريف ولا ما رقت منها من شهر 12 2018 لكن في قروش دعمة بيجيكم من برة بيجيكم قروش الدهب بتاعة حمادتي انا ما بفهم والله المواطنين مسيرين امورهم براهم كاش في البنو ما بعتدونا اشتري جيانا نيتر دور الموضوع ده ببساطة كده انت بالناس بقول لي يا اخي كلامك احلام احلام دي الفنانة يا زول انا ما كلامي احلام انت ما جدير بالمنصب ده تستغيل تستغيل طوالي دي الخطوات الفعلية تبتب ليه في صفحتك مدير الكهرباء اجرينا معاه واتصال بصفتنا المهنيين الشريك في الحكم بصفتنا الممثل الاوحد للشعب السوداني مدير الكهرباء رد علينا قال يا اخو والله واحد اثنين ثلاثة وطالبنا قبل الاستغال احنا هنعمل وقفة في الشارع هنعمل الاعتصام الا المدير دي يستغيل دي خطواتنا الان انت المجلس ده لو ما عصرت وحسي هيحكم السودان واحد وعشرين سنة واحد وعشرين شهر هو عدن هتقلب واحد وعشرين سنة طبعا الواحد وعشرين شهر لو ما عصرناه وحسي بعدين ما حنا قدر نتحكم فيه انت فاهم؟ بعدين حسي دي انت حتكون شريك معاه في الحكم بعد التوقيع في الفترة بتاعت الواحد وعشرين شهر دي حسي لو الكهرباء قطعت واحنا طلعنا معناها هنطلع ضدك انت زاتو يا مهنين ليه دخوط روحك في الحتة دي احنا انتو بالنسبة لين زهرة قامت وظهرت للسطح والجزر حقتها لجهنا المقاومة ممكن نغيركم ونجيب تاني اصم تانو ونجيب اصباط تانو ونجيب غير وما في مشكلة لكن ما دارنا فقدكم احنا فعشان ما تنشي المرحلة بتاعت حكم المجلس العسكري الواحد وعشرين شهر دي اتا حتكون شريك معاو والخدمات في عولاق والبلد ماشى فيه سوء الشعب السلان حيطلع ودوق جرس انتو حتحرقوا روحكم اسي تعالوا استفيدوا مننا ما تفقدونا ما تمشوا في خط وإحنا في خط دارينا الكهرباء دي وريتك حسين اعمل شنو رسلوا لي مدير الكهرباء خطاب اكتبوا لينا في الصفحة ورينا انك بتدور في البلد مطالب بخدماتنا الموضوع ده ما اسرر المواقع والصفحات القيمبان الناشطين ما مقصرين بيسألوا بيصرفوا بيرفعوا صور من الشوارع طالبناك بي مكتب بتاع خدمات في العمارة حق تكون المجان دي تلاتة طوابق خد مكتب الاستعلامات المفقودين اتا الحاجة دي بتعمل لك شنو يعني عشان طلبا لانصرافي انت خايف انك تنصع لي والثورة دي ما حقتك حقتك انت وحقت اللي انصرافي وحقت القلبة وحقت البوشي وحقت حتى زنون الشريك فيها حتى لو اخذ وشة القباحة احمد الضي المعتصمين كلنا 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 ظهرنا في ثورة دي حقتنا كلنا في بعد شوية الثورة عرّت الناس زهرت ده كعب وده كويس ده عنده مطالب ده ما عنده مطالب اتا ما تبقى في جنب الكعبة لكن زيارتك حسع دي وانك مشيت شلت العزة في اللبيت خطوة انسانية مقبولة لكن بصفتك سياسي انا اقبلها ما تجي راجع من اللبيت ما لم تحل الموضوع هناك ارفع تزول دعمل امر طواري بدون الرجوع للغيادة العامة اللي انت شريك في الحكم فيها على الأقل تشاورهم وتضغطهم ما تجي راجع لي مين يقول ليك واستكمال المفاوضات تستكمل المفاوضات مع دم الناس دي قلت ليه شنو عسي طيب تحت استكمل المفاوضات اكتب ليه ورينيت بتتفاوض شنو في الصفحة عشان ازول اللي بفيك ملاتوف في الشارع انارط اطلع اخونه ولا رجعوا البيت اقول ليه ازول هاي النازل الساعة اثنين قالوا عندهم ان توقيع ارجع بيتكم ما في ملاتوف كلنا احنا منتظرين للتوقيع ده كلنا اسمع الكلام ده واضح كلنا منتظرين للتوقيع ده والاسئلة الصادمة بنسألك ليها لو ما تم التوقيع انت عندك استعداد لشنو والبدائل شنو سنصعد العملة الثوري ما حيكتلونا تاني حتصعدوا كيف المرضي عشان ما تضمن انه ما يكتلونا بعدين انت حتى لو احنا كتلونا ما قاعدين الحق الشوهده ده زاته ما دم ما ارواح الارواح دي بتدخل في التفاوض انا احتار جدا اخوان انا احسر بمو يا اخ والله العظيم جد ريقين ايش في عديل يا اخ واحد سألني قال ليه المهنين يحمل موقف بايشنو هجاوب عليك حسي طيب قبل ما اجاوب على السؤال بتاع المهنين يحمل موقف بايشنو ارجع عليك سؤالت سؤال قلت يا اخي اذا المفاوضات ما توقعت البدائل والخيارات الفيد ده نشنو ده سؤال بسيط بدون كواريك والناس تفكر فيه يعني عشان احنا ذاته نجهز في الشارع في بيوتنا في حياتنا هل نستسلم للمجلس العسكري وحمدتي واذا استسلم للمجلس العسكري وحمدتي حمدتي ده قلنا جابوه قاتل سارغ ناهب على قضايا دولية البشير ما كتل في دارفور بيده حمدتي كتل بيده لكن يعني الزلده جابوه في الغصر الجمهوري عشان يدمر البلد دي اصلا ما حيجي من وراء وخير حتى لو انت استسلمت حتى لو انت قلت يا اخي نصبر نديهم فرقة نسكد عليهم الزلده ما ده ندخل لغصر الجمهوري حيبيدك جوا بيتك واحد اثنين الرسالة للسادة المهانين والقوات المسلحة قوات حمدتي ده كلنا اثبتنا انهم اجانب هل نعتبر ذي احتلال ولا ما نعتبره احتلال هل من حقها دافع عن السودان ضد المحتلين ديل ولا اسكد استعام بقوات من تشاد ومن النيجر من من مالي من كده اه ناس ما بيتكلموا عربي وناس ما سودانيين وناس كده ده احتلال وكتلونة بما يثبت يعني بس صور والادلة دعم السريح قتل الشعب السوداني الاعزل هل دي مرحلة بتاعت احتلال احنا ممكن نخش فيها في مقاومة يعني اذا تفرض علينا واقع حمدتي السبعين الف ويحنا خمسة وثلاثين مليون انا بس بسأل انه اذا الاتفاق ما تم البداية لشنو دي واحد اذا الاتفاق الاتفاق ده تم والموضوع انتهى والقصة انتهت ومضيته المدنية الفترة الاول واحد وعشرين شهر دي حقه المجلس العسكري حقه المجلس العسكري طبعا هيضبط فا امور يعني طيب اذا هو الان بتحجج ليه نبيه يا اخي انا ما حخش معاكم في جولة زي دي لانو الكلام بعدين احنا نصبر بس نصبر للتوقيع بس الدار اقوله المختصر المفيد بتاع اللايف بتاعي ليه اي صوت غير ملتزم بجداول المهنيين او ملتزم باي جدول طالع من المهنيين يعتبر خاين وفي المقابل ليه المهنيين ما محيطين الزول ده ذاته الما ملتزم بالجداول ده بل 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 الفعل السوري الحالي اللي هو مثلا التوقيع والاتفاقية انتو بتوقعوا على شنو ودارين تتفقوا على شنو وسألنا انها تكون في صفحاتكم وشفناها في صفحات تانية دارين تعليقكم على النقاط واستصحابكم لآراء الناس خشوا اقروا تعليقات الناس في صفحاتكم ابسطة يا اخي طريقة خطابكم البيانات اللي بتنزلوا الناس اعترضوا على طويلة وده ما الخطاب السوري في المرحلة دي قالوا لكم يا اخي قلتوا موكب يوم الخميس اتب موكب يوم الخميس خليني من الحشر في النص المعقد ده لانه فيه كلام في النهاية بدينك ومنتو ذاته زي ما طلعت لك الفغرل بتقول لك شنو بتقول لك يا اخي يزال يدعو ليك كده ومعارف شنو وينخرط في عمل عنيف ليس بسائر او مطالب حق عمل عنيف دي ذاتك ما تشرحها لو دار ادافع عن اهلي لو دار ادافع عن اخواني شلت لي طبنجا وكتلت لي ستة دعمي سريع هل انا منخرط يعني وهل انت لما ابيت تلتزم بمساغ الحرية والتغيير العشرة بنود الأول ده هل اعتبرك برضو انت ما انت جيبت عمل عنيف مادة ذاته اعدم الالتزامك ده والناس دا قجرس فيه اني اخي انت واحد عينوا حركات وتجيبوا وا 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 ومحاصصة وبتاع وطلعت مواكب رافضة وناس ما اعتبت مادة انت برضو جيبت عمل عنيف انت ذاتك داخل في الموضوع ده با انح ما دار حكام حاك ونبدأ نختلف حسي طريقة صياغة الكلام لابن تكون مدروسة وراعي للناس دي عندها حقوق زول كتلوا ليه ولده شاف الكتلوا ممكنش اللي طبعا جاكتل له ستة أمفر إنت زي داعش انت سيطر عليه وتسيطر على غضبه وجهه في الاتجاه الصح خاضبه بطريقة صحيحة حنجيب لك حق ولدك حتجيبه كيف بل مدنية والحكمة لا 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 أديه كلام حقيقي كلام الآن لما تجي المدنية داك هاي نحس انت هتعمل شنو طالبنا بيقالة يا أخي والي الأبيض ده أول حاجة أول حاجة غليه الوالي العسكري دا لأنه ما شايف شغله اتنين ما دارين دعم السريح في اللبيت ما دارين نزل قوات بتاع الجيش اللي بعرفوها دي كويس نزل قوات بتاع الشرطة بعدين تعال راجع تواصل مفاوضاتك يا عمر الدقير وأعباس مدني مش مشيت هناك عزيت وجيت راجع انت شنو يعني عزيت شنو يعني عزيت انت المسؤول من روح الولد ده ما المناسبة طلع هتف مدنية طلع هتفي يا أخي يمثلني ده ما شعاراتك انت انت المسؤول منه تقول لهم يا أخي والله والحاجة احنا ما ماشيين من هنا إلا الوالي بتاع البيض ديت خارج أدعو السودان كله بنطلع والله وبدون ما تدعوني انت الناس مرقت وطلعت طلاب مدارس وقفلوا المدارس اللي انت رفضتها تتخذ إجراء في الموضوع ده حتى غلبك تكتبينك يا أخي والله دعيني الليل المدارس تتقفل لحد ما نغابة المعلمين طلعت بيانين حتى انت بعدك نزلتها عندك حتى المجلس العسكري قفل حتى انت نزلتها ده كان خطوة منك انت رصيدك في الشارع الحكاية بتاعت قناصة طرف ثالث مندسين دي بيتبرقوا بيها المجلس العسكري بالمناسبة وفتدوه فرصة الزاوغ ما دار انزل يقوله طرف ثالث يا هم اللابسين كاكدة قوات مسلحة الدعم السريع ذاته ما حنقول دعم السريع دي القوات المسلحة مش هم قالوا دعم السريع وقوات مسلحة بيقوا واحد ايه ذو اللابس كاكة عندنا نغوات مسلحة هم بالكتلونة بس عرب واضح جيشنا شريف وجيشنا ما شريف شريف هفرزوا كيف يا ذو الميت وقلتوا واحد وده طلع من الرحيم ده وده طلع من الرحيم ده خلاص كلمنا عن موضوع التخوين المضاد وانه في النهاية حيبقى نزاع بين السورة ذاته جوا ناس يقولوا لا انت بتخونني عشان نحسم الفوضى الفارغة دي الناس التزم بالجدول السوري الجدول السوري بيلبي مطالب الشارع الناس قالوا طالعين موكب الموكب ده للشهداء الموكب ده للكهرباء دارين خطوة فعلية منك ما حنرجع بيوتنا اللبع كهرباء ابسطة يا اخي الموكب دي ما في النيل قاعدة تحقوا الموضوع ده ما في موكب أربعة خمسة يوم في البيوت لاشنو يا اخو النيل قاعد ودافعين قروجنا السبب شنو المدني دي ممكن حقسي مبدئيا كده حتيجي بعد واحد وعشرين شهر حقا العساكر ده اول شي لحد ما نمضي الورقة دي ما معروف ناخد سنتين سنة اسبوع في واحد وعشرين شهر معناه لا موكب لا اكل لا شرف حموت في سبعتاشر مليون حيموت جوه البيوت ممكن تكون مغمض وشايف هدفك قدامك وما تيه عليه ما دار حاجة تشغلك انا معاك لكن على القلب تتكون اللي جان تلبي مطالب الشارع ده تتناغس تشوف حوجة الناس بتاقلوا كيف انتو بتشربوا كيف عاملي شنو مع حياتكن وإحنا بمفاوض في القاعات انتو عايشين هس الشعب السودان ده عايش عارفينه عايش ولا ما عايش لما يقول لك احنا جينا من رحم المواجئ يا اخ واي من الكلام الزيدي والله الواحد بيقرب وخش لفيه بطنزل انا بس بحاول اصبر نفسي كده وكون لطيف حاضر والدنيا صباح وزول متماسك كده فيمتا لكن في ناس كده يا اخي في عز الازمة واللجع حانين وما لاقين لا احنا ما كلنا نجينا من رحم الشعب المواجئ يا اخ والله العظيم غايتو كويس المهم تاني الناس بتقول لك سلمية ايوة سلمية سلمية ده بالمناسبة ذاته انا ممكن اللي بقول ليس سلمية ده انا ذاتي ما مجرم بالمناسبة اللي بقول ليس سلمية ده ذاته بقول ليس تكوز انت بتطلع تكتني بالنهار والشامس فوق لما انبلغ لجاء نادلة مواكب بتاعت قصاص واحتراض مواكب عادية انت بتطلع تقول ليس سلمية لانك خايف على روحك خايف انه انا جا اقبل عليك امسكك الاصقك في الحيطة دي واولع فيك انت خايف من دي تطلعوا يتكتلون بالنهار ما تمشي تقول للمجلس العسكري سلمية امشي تقول ليس سلمية هو شفتاني احنا كتلنا زول تمانية شهور في عسكري مات موط الله ده ساي شفتاني عسكري مات نفسها القليصة يوام فيه عسكري ميت ممشي نعزي ساي ساي والله نعزي فيه وخصم بالله ونبكي كمان موط الله ساي ما مات في التمانية شهور دي الحمد لله ربا سبحانه وتعالى حافظنا من موضوع سلمية ده قفلناه ما تقولون تعذبون يا اخي سألناك وبعد التوقيع ما مات اما اهان انتظروا نقرضونا سلمية انت جابها معناها ولا انت قوى ذاتك انت خايف من المحاسبة انت خايفين من المحاسبة اللي بتدعو للسلمية اللي هي اسمها للسلام ده انا ما قادر احمل اي موكب بتاع طلاب ولا قادر اجيب حقهم ولا قادر عندي الوسيلة اللي تجيب لي حقهم ولا حتى المناشدة اوكر وتضغط استخدمها صحيح دي ما اشوها دي دهارة حقها توقف اي حاجة او انا اوريك ذاته ليه بنتا ما بتعرف شغل قرف ذاتك ما سمعت بيه اسمع العربي ده كويس لما رجعت للتفاوض قلت يا اخي نرجع ليه معك قبل فضل الاعتصام قبل 29 رمضان الشروط الوصلناها اللي هي 67 فرحان انك جبتها والاعتصام وفضل الاعتصام ما دخلته معاك في التفاوض ليه ما قلنا دي لك تتحول الاعتصام ده من جل الاعتصام ده شرت اي ورقة تاني ما داري معاوزاته قلنا ليك احنا معاك في الشارع وراجين ومنتظرين والشعبي موجوع وقدرنا نوجه غوبنا الناس ونحافظ عليهم في الاتجاه السحيح الاتجاه السلمية انت ما استفدت من الحاجة دي ولا حقه انجبته ولا دخلته معاك في التفاوض قرينا الوسيغة السياسية وقرينا الوسيغة بتاعت الدستورية كاتب ليه البند وجد عدته تاني وانا ابرك حاجة زاتك ما بتعرفها الوسيغة المسربة التانية دي انت ما عدلت فيها حاجة حتى الاخطاء اللي ملايه اتكتبت زي ما هي نجي في البند بتاع مطالبة الحقوق ده قلته يا اخي بغض النظر عن القوانين التي وتكلمت لك انه غانونيا ده غلط يا ابت سامسان هوريو ويا نبيل عبدالله ابيته الصلحاء ركوبراس وفي الناحة هندفع تمانعي احنا اتكلمت عن انه الليجان اللي حتتكون دي بغض النظر دي وانه الجرائم ما بتسقط بالتغادم في البند ده اللي هو الحجيب حق الشهداء اتصيقته غلط ده كويس اتكلمت انه الليجان حتتكون بتحت التحقيق لجان وطنية في الاول الوثيقة التي استربت انها لجان وطنية باشراف افريغي جيت في المرة الثانية المسربة عند صفحة السودانين موطمر السوداني كتبت فيها لجان وطنية وسكدته جيت في اخر البند كتبته ويمكن الاستعانة بالاتحاد الافريغي او الليجان الافريغي يمكن الاستعانة يا ازول هاي اسمع العربي ده كويس احنا اتحاد الافريغي ماذا دارين انه وي حاجة احنا دارين قلنا يا اخي شراف امم متحدة شراف دولي انت تكتب ليه ويمكن الاستعانة معناها حق انا ما حاجي في عسكري حايدين روحوا انا البندي ده ما دارقو ما شخبيط لك ساي ولا دارقو ما تكلم لك ساي ولا دارقو مردمك خليتك ساكت اللي بتكلم عن السلمية وانه المدنيه حاجيب البندي ده ما حاجيب لك حقك البندي ده بيتكلم من انه اي جريمة حصلت من يوم 29 رمضان ولا تحتل قبلها لا يفوق ما سألون والجرائم المشابهة في فترة النظام البائد اللي هي الثلاثين سنة نبدأها من تسعة وتمانين ممكن ما تحدد تاريخ ولا تحدد حادثة معينة 2013 ولا تحدد 2012 في نيالة ولا تحدد 2003 في دارفور لكن تقول يا اخي وحتى اللجنة يمكنها النظر في كل الملفات والقضايا المشابهة في العهد السابق الثلاثين سنة اي جزول عنده قضية بتاعت اغتيال قتل غدر حرق ابادة تجيب ملفك وتجي لللجنة تعرضة انتو حصرتوا اللجنة بس في هنا انا ما سألتك ولا حكيت معاك ولا حكيت معاك في يوم 11 أربعة 7 أربعة 6 أربعة كتلوا الناس مفجودين حسي اللجنة ما حتنظر فيهم بطريقة الصياغة بتاعتك والناس قل لي خل المدنية حتجيب حق جنب البندي ده انت ما عارف حاجة ساي بس انت ما عارف حاجة ولو انت عارف وبتتكلم عن السلمية احنا عارفين السلمية قفل الموضوع السلمية ده حس في السلمية انتهيانة مننا لو ما عمضوا الاتفاقية دي انت 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 رؤيتك شنو والله حنطلع مواكب هادرة ايوه حيكتلونا وبعدين حنعمل شنو حلفتاني الصينية ده نرجعتاني اح sensation اح تسأل وقصة القرناص القبضوه عملوا ليهوه شنو ولا حاجة انا بقرأ بس في التعليقات ما حطويل معاكم حقرأ يعني حمس كون دقيقتين بس أول حاجة شرب مواه طيب صرف سمعت التاج اسماعيل قال شنو التاج اسماعيل عبر عن الشارع وكلامه كان صحيح وبعيد تاني وبكرر على قوى الحرية والتغيير المهنيين الاستجابة لي مطالب الشارع مخاوف الشارع آلام الشارع ادخلونا معاكم بس نفهم من الصفحة ورون ان الليلة دي عندنا الخطوة الفلانية بكرة عندنا الخطوة العلانية عشان لما نقول لي يزول سلمية واصبر اديوها اسباب منطجية كلام دي فيوه غلط اخواننا فيو اي حاجة في الليلة قلت حاجة ما في حتتها في كده ذلك اللهي اخوان نصر ليجينا و اشوف ما اكلت سمك لا اه وتقلب اخواننا الفيديو الاطلع ده له البوشي الفيديو ده القديم وتقلب بخير الحمد لله ما عندنا عواجه المعلومة لعندي انه ما ممسوكها لا معتغل زي انتم تتكلم عن الفيديو بتاع البوش من 2018 اخوان احنا في حالة بتاعت خمول صوري احيانا مع الخمول ده في ناس بتتصرف براها لانه بحسوا انه الغيادة متراخية او ما مستجيبة لمطالبون فبتلقى ناس مشوا عملوا ملاتوف ناس حربوا بوكسي تاتشير ناس افعلوا احنا الحاجة اللي حصلت في شارع المطار ده ما عندنا نوعي شغله مجلس العسكري اول حي طلع بيان ورينه زاته فقد بوكس ولا ما فقد الدعم السريع بعدين نشوف المجرم اللي حققوا فيه ما لجاننا الكتيب ولا عندنا زاته احنا شغله حتى ممكن نقول يا اخي نكون لجنة من لجان المقاومة شوف الموضوع لكن موضوع ده ما بهمنا والله ولا بمسنا ما شفنا زول حارق والله تحارق وين فيه شارع المطار جم كنار ما شفنا والله ما شفناه انا ما كنت حاضر ولا انت حاضر تفزلكم فيه شافوا والله ما عندنا نشهود يا اخي والله يا اخي قالوا فيه فيديوهات مصورة هل انتوا في المحكمة بتاخدوا بالفيديوهات المصورة كأدلة ايوة اذا ال59 فيديو جيبنا عليكم فيه طلعتوا انتوا نفسكم في فضل الاعتصام هي أدلة حناخد بها طوالي عرب واضح اخذت بالفيديوهات دي اللي بتصور حرق التاتشر في شارع المطار احنا حناخد بال59 فيديو في فضل الاعتصام وحناخد بال59 وال29 فيديو في فضل الاعتصام ولموكب بتاع قتل التمانية طلاف ما هو هو الدولو في اللبيض والتي تصور مصور تاتشراتكم والتي تقول ليه سكران التاتشر ما سكران مسلح التاتشر في الشارع ليه تماطر اسمه بدفع ربا اداء بنزل طيارة مضاد للطيارات مسلح إليه في الشارع كان سكران التاتشر التاتشر ده كان سكران لا الكلاج ده كان سكران لا أنا بس جب ليه الكلاج ده في المحكمة ما عندي شغلة سكران والرمل ملتوف ذاته مين حسي بقولك سكران وأساسا هو ذاته وإحنا ما بنعرفه ولا شفناه ولا شفنا تاتشر يتحرق ولا شفنا بوكس يتحرق في مكانار ولا تقول تفتح إليه الموضوع ده ويحس الميتنا ووحدتنا في بطاطسنا وبتاعه إحنا ما في دعايات بتاعت رمضان بتاعت مكورونا ما أنه مال سلمياتنا وما سلمياتنا ما في ذلك سابكم من سلمياتكم خلوها السلمية في حالة قال عنده اللي بتاتشر يتحرق اللي يقول له لجنا التحقيق بس يفتش اللي جاني إحنا ما بنعرفه ذاته إحنا ما بنحريك بدس يا زول إحنا ما قاعد نحريك بدس لما نيجي وقت الكلام ده بنعمله لكم نهارا جهارا ما عندنا حاجة بنعمله ونتملص منها ما عندنا الكلام ده يا زول ما في ذلك يخوفنا ما هفع قعدك وليك ياخدك التن ويجي طالع لك بيوردة حمرة ما عندي كلام فارغ زي ده يا زول قلنا بس منتظرين الوسيقة دي تتوقع حفاظا على السودان وأرواح السودان إنت ما دار تحافظ عليها بعدين بنوريك الكتر اللي بتغلب الشجاعة لو إنت عاجبك كلاشك ده وبتطلع في كلاشك ده بتكون سكران بنوريك إحنا الأدبة بعدين العربي ده حسي ما وقته بنحرق نهارا جهارا وما بنحرق تاتشير تاتشير نسوي باش نحرقه بنحرق السايقة تاتشير ذاته إنت بتتكلم كيف ما مقاعدانا في البيوت خوفنا منكم ولا فزولي جي قعد كل ذكبتين عيدلي في العربي ده لا خندقاتنا قاعدين في البيوت ولا أولادنا ولا شبابنا ولا سوارنا قاعدين في البيوت لأنهم خايفين موكب بيقتل فيه تمانية بيطلع موكب بعد ربع ساعة إحنا ما خايفين من موت يا زول لكن مطالبنا إحنا بنوريك إنه الموكب بيطلع والناس بتطلع عشان المطالب تتحقق ما أكثر دهارين بس هدفنا ده يتحقق إنت غدر المسألة دي مجلس عسكري على مهنيين على أحزاب أفهموا الحاجة دي الشعب الثاني بيطلع بيطالب بيحقوقه حتى لو ضحى في سبيلة حتى لو مات في سبيلة إنت ما تفهم الموضوع ده إحنا ما نطلع المواكب ده عدم شغلة ولا عاجبنا نعطل أحوالنا ولا عاجبنا إنه مدارسنا ما تفتح ولا الحياتنا تجيف العمر محسوب والساعات محسوبة والبلد يعني ده كله إحنا عشان هدف الناس يتدعامل مع الهدف باستعباط أسأل السؤال الأول الموكبة اللي تشهدوا فيه الشباب دي في الأبيض طلع لشنو طلعوا لشنو أساسا مش اطلعوا منه اطلعوا منه ده كلام فارغ سيتيجي ده شبكون اللي جام مزور وغيره أسأل الموكبة اللي تطلع لشنو والله يطلعوا لأنه ما فيه كهرباء في اللبيض جيبتوها؟ لا طيب طلعوا عشان الموهي ما فيه جيبتوها؟ لا طلعوا عشان حقوقهم جيبتوها؟ لا طلعوا عشان مجانية التعليم من في مدارس الحكومة جيبتوها لين؟ لا عشان الأستاذ اللي يدرسه ذاته عشان حقق الأستاذ ذاته عشان حقق الشهيد أحمد الخير الأستاذ طلعوا عشان دي جيبتوها؟ لا طيب خليه يطلع انت لا دار تيجي بليه حقه لا فيه زل دار طالب ليه بيحقه وتخلوه يطلع وتيجي كله وتخونوهم تصل مرحلة تخون الموكب كله تقول يا أخي فيك يزام رقوهم خونت الموكب كله ضربت لجان الأحياء ضربت لجان المقاومة ضربت السورة كلها خونتها بتكتبوا في كلام وتقولوا في كلام وتروجوا في كلام فارغ النازل طلعوا عندهم حقوق طلعوا طلعوا زول ما طلعوا زول دي ما شغلتي طلع الشارع دي عنده حق انتهى العربي جبت ليه ولا أسكت خلاص أسكت طوالي أسكت طلع بعده يهو موكب بيطالب بيحب دمت زول دي عملت ليهو حاجة لا طالبت بإيقالة الوالي بتعله وبيت لا طالبت بأيقالة الدعم السريع من الشارع دم السلاح لكتل الناس ما اسكنوا سكارة باحترافهم طالبتوا بالحاجة دي لا في لجان تكونت محامين لجان ضغط لا طيب اسكت اسكت خلي السورة تتحرك وتجيب عقها ما قادر على تسكت ما دي تقول لي سلميتنا ما عارف الناس سلميتنا دي يا اخي عارف انها تمانية شهور مات اي دا لي ثاني اه اه اراسي يا اخي يا الله اشتركوا في القناة